وطيلة فترة حالة طوارئ الصحية في المغرب سيتم التوقف عن احتساب الأجال المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية وذلك إلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهاء حالة الطوارئ وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها أن الأجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية في الفصل الخامس عشر من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية كما تم تعديله سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ ليستأنف احتساب الأجال المذكورة ابتداء من اليوم الموالي لرفعها وأهابت الوزارة بجميع المواطنين حفاظا على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين العاملين بالمرافق العمومية عدم التوجه إلى مكاتب الحالة المدنية لتصريح بولاداتهم وأيضا وفاياتهم إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ